ازايكم? هكلمكم عن مواصفات برج الطور بشكل انتو ممكن تعرفوه الافندي الاستاذ الدكتور الرئيس الجنرال قائد الدربة الجوية الاولى محمد حسن السيد مبارك انت بتتكلم عن رئيس جمهورية يعني هتقولي بس 30 سنة حكم مصر مفيش رئيس في مصر حكمها 30 سنة الا العبد لله محمد حسني السيد مبارك طبعا انت يلزمك تروح تفتح برنامج عدل حمودة وتشوف رجال حول الرئيس عشان تفهم شخصية حسن مبارك كيف تحلل شخصية رجل برج الطور عندما يكون رئيسا لاكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ومن حيث القدرات العقلية والفكرية ومن حيث الموارد الزراعية والى اخره ما الذي فعله هذا الرجل؟ قالك ايه بقى؟ قالك مشروع تشكى ومش تشكى والخيار هيكون كبير وفي الاخر الشعب اخذ الخيار ولبس الخزوء الفساد في ايام حسن مبارك فساد لا مثيلة له في الدنيا فيه يعني 3 دقائق انا بس هلخص لك فيهم حسن مبارك ده عمله في البلد اولا سياسة الجهل والفقر جوّعهم تحكمه دي سياسة حسن مبارك في ادارة الدولة جوّعهم تحكمه ودي سياسة الجهل والفقر اللي كان بينشرها انه جماعة معينة كده من البشوات والبهوات ورجال الاعمال يسيطر على الدولة وبس كل سنة وانتطيق حسن مبارك يفوز في الانتخابات الاولى وفي الانتخابات التانية وفي الانتخابات التالتة وفي الانتخابات الرابعة وفي الانتخابات الخمسة وفي الانتخابات الستة معاك هيفضل قاعد رئيس جمهورية الى يوم الايام اله قاعد على الكرسي مش عايز يسيب الكرس لا هو اللي بيطور في البلد ولا هو اللي بيغير ويعني طبعا الشرطة كانت تأخذك تضربك لحد ما تعترف بالجرائم اللي عملتها واللي ما عملتها ظل فيه فساد فيه سرق فيه عدم زيادة المرتبات فيه عدم اهتمام بالجانب العلمي فيه تشديد القبضة الامنية وفشخ الناس ولدرجة ان الناس متعبانة وقرفانة فيه ما بيبنيش مساكن جديدة للشعب وما بيهتمش بيهم فيه كل شوية بس يعمل كبري كده يعمل تجديدات كده شوية اشكال يعني روتوش كده حاجات روتوش كده لم تكن تصل الى المواطن الغالباء وكل اللي فالح فيه يقولك ان انتو بتخلفوا الزيادة السكانية الزيادة السكانية يعمل تب ما انت عندك مليارات يعمل انت عندك ستمائة وعشرين مليار او سبعين مليار او حتى ربعين مليار تب انت عندك فلوس تب ما هو حسين سالم سرق فلوس البلد وطلعها بره احنا عندنا خيارات كترة في البلد بس انت انسان حرامي انت كبرج الطور انت راجل حرامي لا الراجل الحرامي ما بيعترفش عمر الراجل الحرامي ده برج الطور عمره ما يعترف ان حرامي يعني عمر برج الطور الحرامي ده عمره ابدا ما يعترف ان حرامي وعمرو ما يعترف ان البلد كانت في سرقة وفساد فيه عدم زيادة المرتبات فيه عدم اهتمام بالجانب العلمي فيه تشديد القبضة الامنية وفشخ الناس ولدرجة ان الناس متعبانة وقرفانة فيه ما بيبنيش مساكن جديدة للشعب وما بيهتمش بيهم فيه كل شوية بس يعمل كبري كده يعمل تجديدات كده شوية اشكال يعني روتوش كده حاجات روتوش كده لم تكن تصل الى المواطن الغالباء وكل اللي فالح فيه يقولك ان انتو بتخلفوا الزيادة السكانية الزيادة السكانية يعمل تب ما انت عندك مليارات يعمل انت عندك 620 مليار او 70 مليار او حتى 40 مليار تب انت عندك فلوس تب ما هو حسين سالم سرق فلوس البلد وطلعها بره احنا عندنا خيارات كتيرة في البلد بس انت انسان حرامي انت كبرج الطور انت راجل حرامي لا الرجل الحرامي ما بيعترفش عمر الرجل الحرامي ده برج الطور عمره ما يعترف انه حرامي يعني عمر برج الطور الحرامي ده عمره ابدا ما يعترف انه حرامي وعمره ما يعترف ان البلد كانت في سرقة وفساد المهم بقى وانت بتحلل خريطة برج الطور حسن مبارك هو قمر عقرب بالمناسبة مريخ حوت الموضوع ده طويل شوي عشان تحلل شخصية حسن مبارك الموضوع ده طويل جدا ده يا رجل ده انت تكتب فيه كتب تعمل كتب بحالة في الموضوع ده كتب وحلقات وكصة ملخص القصة ان هو منوفي بس ما فيه اي تحليل لشخصية حسن مبارك الا ان هو منوفي من المنوفي ومعروف ان المصريين بيكرهوا محافظة المنوفية لان هم بيمسكوا السلطة في البلد وبخلة ومنتنين ومعفنين حسن مبارك تلاقي عنده المليارات وبخيل ومنتن ومعفن وما يديش للشعب ويخلي الشعب فقير يجي اللي بعده مش عارف مين ما نقدرش نقول اسمه برضو نفس النظام بخيل منتن معفن يسيب الناس فقرة وهو عنده مليارات المليارات هي الكصة خلاص الكصة اتحفزت يعني الناس اللي فوق عندهم فلوس الامل الناس اللي تحت ما عندهمش حاجة باختصار يعني الفوق والتحت هرم السلطة يعني من الاخر كده باختصار هو كده معروف حميها حرميها بس باختصار هو ده ملخص الحكاية هو ده ملخص الرواية هو ده ملخص كل حاجة يقول لك بقى اصل سوزان مبارك برج الحوت وهو ده برج الحوت وده برج التور والتور والحوت لأ ومش عارف ايه ويقعد يقول لك اصل كاني واصل ماني لا 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 فيش الكلام ده يعني مش هو ده اصلا موضوع اصلا موضوع وسبب الخراب وسبب النكبة وسبب المصيبة ان ده واحد منوفي وفي نفس الوقت من برج التور ومعروف التور بالبخل والتحفز ومعروف ان المنايفة يهود مصر وفيهم برضو البخل والتحفز ولما بيصعد للسلطة ما بيصعدش بالكفاءة والجهد والاقتدار وبس بيصعد كمان زي ما بقوله كده بالكلعنة بالملعنة انه يدي اسفين وزنبة لزملائه يعني شغله مؤامرات ما بيطلعش كده بهدوء يعني يعمل فيلم هند طويل وقصة طويلة عشان يصعد للسلطة عمره ما يصعد بسهولة ويريته لو صعد يحكم بما انزل الله ولا يتقل له في الناس لا لازم يجوع الشعب ويفقر الشعب ويبهدل الشعب وعنده فرصة للاصلاح وعنده فرصة للتنمية وعنده فرصة للعمل الصح ومع ذلك بيسيب الناس تسرق يعني مش عارف كيف بس شخص بيسيب الناس تسرق يعني ما بيدرش الادارات بشكل كويس ما بينزلش في الشوارع ويشوف الناس يعني ما بيوصلوش تقارير من الشارع كل اللي بيوصلو تطبيل وتعريص وبس تطبيل وتعريص يا ريس الشعب عايش فى سلام ومطمئن وبيسبح بحمدة كريس وبيعبدك وبيسجد لك هو عارف ان الشعب بيكرهوه هو عارف انه مكروه من الشعب وهو عارف انه حرامي وهو عارف انه بيسرق وهو عارف انه اللي حوليه بيسرق ومع ذلك ساكط ومشي البلد وشكرا اشتركوا في القناة